اه ازايكو عاملين ايه? ازايكو حبابي عاملين ايه? اه هناخد النهاردة درس النقوط بداية كده عايزين نعرف ونشوف مع بعض اشكال النقوط من اول الجنيه لحد المتين جنيه طيب اولا انا عندي ده اهو ده شكل الجنيه صحي كده سانا اوله وتانية ده شكل ايه الجنيه طيب وممكن يكون شكله كده فض اهو طيب بعد كده عندي شكل الخمسة جنيه اه الخمسة جنيه طيب بعد كده عندي شكل العشرة جنيه اه طيب بعد كده عايزين نشوف العشرين جنيه اهي شكلها بيبقى كده اهو دي عشرين جنيه. طيب تعالوا ما نشوف معانا اي تاني. بعد كده الخمسين جنيه. اهي. شكلها كده اهي ساناة. ولو تاني. طيب. بعد كده عندي الميجيني. شكلها بيبقى اعمل ازاي. ادي الميجيني اهي. طيب. تعالوا ما نشوف. اخر عملة معانا. شكلها عامل ازاي. اهي. متين جنيه. دي اكبر عملة عندنا. المتين جنيه. طيب. تعالوا كده منبص معايا. ازاي. الخمسة جنيه دي. ازاي اقدر فكها. طيب. تعالوا ما فكر. هو الخمسة جنيه دي. ينفع فكها. لتالتة جنيه واتنين جنيه. ما ينفعش طب ليه. علشان انا ما عنديش عملة مكتوب عليها تلاتة جنيه. ولا عندي عملة مكتوب عليها تنين جنيه. طب. افكها ازاي دلوقتي. انا ممكن افكها الجنيهات. اهو جنيه. وجنيه اتنين. وبعدين تلاتة. اهو. دول نصين يعني تلاتة. كده. دول نصين. يعني جنيه اتنين تلاتة. اربعة. اهو. خمسة. جنيه ورق. اهو. يبقى انا كده دول كام? خمسة جنيه. صح كده? اهو خمسة جنيه. يبقى انا الخمسة جنيه ما اقدش فيكها الا لكم جنيه. خمس جنيهات. طيب تعال اما نشوفها نكتبها ازاي. اهو خمس جنيهات جنيه. زائد جنيه. زائد جنيه. زائد جنيه. زائد جنيه. خمس جنيهات اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. طيب العشرة جنيه. هه. ممكن تكون نقدية كده عادي. يعني شكلها كده عشرة جنيه عادي. وممكنة فيكها الكام لخمسة جنيه. وخمسة جنيه. صح كده? يبقى دول كده على بعد كام عشرة جنيه. طيب تيجي نكتب كده. اهو. بتساوي خمسة جنيه زائد خمسة جنيه. طب هو انا الخمسة دي ما اقدرش فيكها لجنيه وجنيه 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 اقدر افكها لكم جنيه خمس جنيهات. طيب يعني بتساوي برضو خمسة جنيه مجمدة زائد جنيه. واتنين اهو. تلاتة اربعة خمسة. طيب العشرين جنيه دي ممكن تكون لسه شايفينها من شوية عشرين جنيه عادي اهو. ورقة عادية. وممكن افكها لكام? لكام? لعشرة وخمسة وخمسة. صح كده? يبقى انا كده معايا كام? عشرين جنيه طب يلا نكتبها كده نحلها اهو. يعني عشرة وخمسة وخمسة. صح كده? طيب الاربعين جنيه ممكن افكها لكم وكام? ممكن افكها عشرين. وعشرين. لكن مفيش معنديش انا ورقة اسمها ربعين جنيه. مفيش. يبقى انا لازم افكها لعشرين وعشرين او ايه? او كم عشرة او اربع عشرات. طب او ايه تنامس? طب ممكن خمسة وثلات عشرات. في كذا طريقة. صح كده? طيب تعال من فكها لعشرين وعشرين. الاسهل علي اهو عشرين وعشرين. طب الخمسين جنيه ممكن تكون ورقة كده عادية خمسين ممكن افكها لكم? لعشرين وعشرين وعشرة. صح كده? عشرين وعشرين وعشرة. طيب تعال كده بما نكتبها. عشرين وعشرين وعشرة. طب المجنيه احنا او ممكن افكها خمسين وخمسين. صح كده? وممكن افك الخمسين دي. زي ما انا لسه فكها لعشرين وعشرين وعشرة. وخمسين يبقى هما الاتنين كده على بعض مية. وممكن افك المية دي لكم عشرة. كم عشرة? عشر عشرات. طيب يعني ممكن افكها بطرق كتير جدا. طب تعال لما نفكها زي ما مية وخمسين وخمسين. يبقى كده كام اهو مية وخمسين وخمسين. يبقى كده كام متين اهو في كام مية من جنيه زائد خمسين زائد خمسين. صح كده? طيب تعال كده اما نحل مع بعض الاسئلة اللي فوق دي. سؤالين كده تعال اما نشوف هنكون المبالغ دي ازاي? بيقول لي كون المبلغ التالي ادوات مكتبية بمية وخمسة واربعين جنيه. هكونها ازاي? طيب بص معاي كده بعمل ايه? هبص الاول الاحد. الاحد فيها كام? خمسة جنيه. العشرات فيها كام? اربعين جنيه. المئات فيها كام? مية جنيه. طب تعال الاول لما اكون الخمسة جنيه. انا الخمسة جنيه دي عندي ورقة بخمسة جنيه? اه معجودة. خلاص اهي. هسيبها زي ما هي اهي. خمسة جنيه. اهي. طيب انا انا عندي في العشرات اربعين جنيه. طب انا عندي ورقة باربعين جنيه? لا ما عنديش. يبقى اعمل ايه? افك اللي اربعين جنيه دي. طيب مانا لسه افكها من شوية اويا ميسة تحت خلص. فكها العشرين وعشرين. طيب ادور على عشرين وعشرين. اهو. عشرين وعشرين. صح كده? اهوم. طيب انا لسهي المية دي. طيب المية. انا عندي ورقة بمين جنيه. اه يا ميس. خلاص. يا اما سيبها زي ما هي. ورقة بمية. يا اما في الكهة الخمسين. هو خمسين? طب تعالة لما نسيبها زي ما هي? اهي. مية. يبقى انا كده كده كونت المبلغ اللي هو كام. بص كده معايا اهو. مية خمسة واربعين. مية خمسة واربعين. طب تعالة كده لما نشوفها نكتبها ازاي? بص معايا. انا لما فكتلا احد. ستتها خمسة جنيه. زي ما هي عشان عندي ورقة بخمسة. اهي ورقة بخمسة. طيب اللي اربعين ما عنديش ففكتها العشرين جنيه. وعشرين جنيه. طب المية جنيه. انا عندي ورقة بمية اه فätze بتها زي ما هي هي ورقة بمية جنيه. وممكن افكها الخمسين وخمسين. طيب تعالة من هشوف السؤال اللي بعده لدي في الاحد فيها كام تسعة جنيه? انا عندي ورقة بتسعة جنيه لا ما عنديش يبقى اعمل ايه افكها طيب افكها ازاي التسعة جنيه دي هه التسعة بتسوي كم و كم اربعة و خمسة طب مش معنى اربعة و خمسة علشان انا الخمسة دي موجودة ورقة عندي ايه صحيحة اهي خمسة طب اللي اربعة جنيه ما عنديش ورقة بربعة جنيه خلاص اجيب اربعة جنيه فضا اهم اربعة جنيه فضا واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى كده كام تسعة جنيه صح كده طب تعال اما نكتبها هنكتبها ازاي اهو خمسة جنيه ورقة هين جمدة وبعدين جنيه وجنيه 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 يبقى كده تسعة جنيه طب لسه لي العشرات فيها كام تلاتين طب انا عندي ورقة بتلاتين جنيه لا ما عنديش طب اعمل ايه افكها طب انا ممكن افكت تلاتين دي لكام وكام مش ممكن افكها لعشرين جنيه وعشر جنيه صحي كده طب هنكتبها ازاي اهو عشرين جنيه وعشر جنيه طيب المية بقى اللي في المئات دي افكها ازاي ها هو انا الاول اسأل نفسي انا عندي ورقة بمية اه موجودة هسيبها زي ما هي احيو ورقة كبيرة دي 100 جنيه طيب تعال كده بقى معايا بيقولي عد المبلغ التالي يعني هو مديني مبلغ زي اللي انا هوريهولك ده اهو مبلغ اهو ودول وبيقولي انا عايز الاعرف المبلغ ده كام هاعرف ازاي طب تعال كده اما نشوف الجنيهات كده دول كم جنيه تلاتة جنيه صحي كده تلاتة جنيه تلاتة جنيه يعني في الاحد تلاتة جنيه صحي كده تلاتة جنيه طيب مش طيب دول كم بقى عشرة وعشرين عشرة وعشرين كام عشرة زاق عشرين تلاتين طيب تلاتين تلاتين دي تلاتين اهل تلاتة في ايه في العشرات طب لما ايجي جميعهم مع بعض تلاتة وثلاتين يبقوا كام تلاتة وثلاتين جنيه صحي كده اهو تلاتة ثلاثة وتلاتين جنيه يبقى انا المبلغ اللي قدامي ده كام تلاتة وتلاتين جنيه طب تعال كده بما نشوف مع بعض المبلغتين وقم ديني المبلغ ده ده وبيقولي انا عايز اعرف المبلغ ده كام طيب انا عندي كام هنا دي كام خمسة جنيه اهي خمسة خمسة في الاحدة هي طيب ودي كام عشرين طيب عشرين العشرين اهي كتبتاهم طب العشرين دي اللي اتنين في العشرات صح والخمسة في الاحد طب تيجي نجمعهم كده تبقى كام خمسة وعشرين جنيه يبقى المبلغ اللي قدامي ده كام خمسة وعشرين جنيه طيب تعال اما نشوف مبلغ تاني ها نديني العشرين دي دي ودول اعرف ازاي دول كام اتنين جنيه طيب اتنين جنيه اتنين هي في الاحد طيب عشرين وعشرين كام يا سنة اولى وتانية ها عشرين وعشرين كام اربعين جنيه طب تيجي نجمعهم كده على بعض انا عندي اتنين في الاحد واربعة في العشرات يبقى اتنين واربعين جنيه يبقى انا المبلغ اللي قدامي ده كام اتنين واربعين جنيه وبكده نكون خلصنا النقود ازاي ايكوا سنة تانية عاملين ايه تعالوا كده بما نشوف هناخد النهاردة ايه في الدرس اللي معانا ده بيقولي تحقق من كل مسألة اجابة التلميذ باللون الاحمر اذا كانت اجابة المسألة غير صحيحة فضع عليها علامة غلط واذا كانت صحيحة فضع عليها نجمة طيب تعالى بقى اما نشوف المسألة اللي معانا ده هنحل المسألة مسألة عادي كأنها مش محلولة خالص وبعدين اشوف لو الاجابة اللي انا طلعتها مطابقة للاجابة اللي عندي هعمل ايه نجمة طب لو ما طلعتش مطابقة وطلعت غلط هعمل عليها غلط طيب بص معايا كده اول مسألة بيقولي مية تلاتة وعشرين زي التسعة وخمسين كنت بجمع ازاي احد مع احد وعشرات مع عشرات طب انا عندي كام هنا تلاتة زي التسعة بجمع ازاي هحط الكبير في دماغي وطلع الصغير على ايدي طب حط التسعة بقى في دماغك وطلع التلاتة على ايدك بقى بالتسعة عشرة حداشر اتناشر انا بحلها من جديد طيب هحلها هو تحتها هنا اهو اتناشر هكتب اللي اتنين واطلع بالواحد واحد واثنين تلاتة تلاتة وخمسة تمانية طيب الواحد ده مفيش هنا مقاتبة الواحد ده ايه هينزل زي ما هو طب الناتج اللي انا طلعته مطابق للناتج اللي مكتوب ده اللي هو مية تنو سبعين لا يبقى الاجابة دي ايه غلط جابت جنبها غلط طيب تعال اما نشوفوا المسألة التانية بيقول لي قرب العدد خمسة وتلاتين الى اقرب عشرة طيب الى اقرب عشرة يعني ايه فاكر كنا منقرب ازاي كنت باشوف خانة الاحاد لو فيها لو فيها من واحد او اتنين او تلاتة اربعة يبقى هي ما بتديش حاجة للعشرات طب لو فيها خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى هي هنا هتدي للعشرات طب انا عندي هنا الاحد فيها كم؟ خمسة الخمسة دي بتدي ولا ما بتديش؟ بتدي يبقى انا عندي العشرات دي هتديت فهتبقى كم؟ 40 طب الاجابة اللي انا جبتها دي مطابقة للاجابة اللي عندي لا مش مطابقة يبقى ده غلط اهو عملت علامة غلط طب بص معالي بعدها 99 زي 8 انا هاجمع عايدي جدا وبعدين اعرف الاجابة اللي عندي صح ولا غلط 9 زي 8 هه احط التسع في دماغي واطلع التمانية على ايدي وعد بعد التسع عشرة 11 12 13 14 15 16 17 17 هكتب السبعة واطلع بالواحد طيب طلعت بالواحد اهو واحد وتسعة كام عشرة الاجابة طلعت مطابقة ولا لا ايوا مطابقة انا هعمل نجمة عشان الاجابة صح طيب بص معايا المسألة اللي بعده طيب بص معايا كده سنة تانية المسألة اللي بعده المسألة الاربعة بيقول لي قرب لتقدير مجموع 48 زي 38 يعني انا هقرب الاول وبعدين اجمع طب طالعا كده منقرب 48 التمانية دي بتدي ولا ما بتديش بتدي يبقى انا العشرة بتاعدي هتتغير وهتبقى كام بدل ما هي 40 هتبقى 50 طيب التمانية هنا برضه في الاحات في الثمانية وتلاتين بتدي ولا ما بتديش بتدي يبقى تقريبها هيبقى كام 40 بيساوي نعرف نجمع بقى سفر و سفر و سفر و سفر خمسة واربعة تسعة طب ده مطابق للناتج اللي عمدي ولا لا مطابق يبقى هعمل نجمة بص معايا كده المسألة دي بيقول لي خبزت ليلة 56 قطعة بسكويت و خبز هشام 25 قطعة بسكويت ما مجموع قطع البسكويت اللي خبزاها معا يعني دلوقتي بيقول لي ان ليلة خبزت 56 قطعة و هشام 25 قطعة فهو عايز مجموع القطع اللي هم اللي اتنين خبزوها مع بعض طيب تعالى كده مما نجمع باستخدام الجدول بتاعنا اللي بتكون من احد وعشرات يعني طريقة اعادة التجميع طيب انا دلوقتي المفروض في الاحد والعشرات كنت هعمل ايه هاخد الاول انا عندي 56 و 25 يعني انا المسألة بتاعتها تبقى 56 هجمع زائد 25 عرفت ازاي ان انا هجمع تعال لما نرجع تاني المسال بيقول لي مجموع 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 ده يعني ايه يعني انا هجمع طيب انا عايز اجمع باستخدام الجدول الاول همثل 56 في الجدول وبعدين 25 طيب كنت بمثل الاحد بايه بمربعات صغيرة والعشرات بعصيان طويلة طب تعالى كده ما نشوف نرجع على اللي هو كتبه انا عندي في الاحد ستة طيب تعالى ما نجرب كده نشوف واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ست مربعاتهم طيب ست مربعات طب تعالى في العشرات مفروض كم عصايا خمس عصيان كل عصايا بعشر مربعات صغيرة اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس عصيان تمام طب لسه الخمسة وعشرين عندي كم في الاحد خمسة تعالى ما نشوف المربعات دي كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب تمام وعندي هنا في العشرات كم عصايا اتنين اهو واحد اتنين ما بصش العصايا دي دي بعد ناتج الجمع واحد اتنين طب تعالى بقى من راجع على عملية الجمع انا قلت في الجمع بعمل ايه لو عندي الاحد زادت عن دسعة كنت باخد عشر مربعات ووقديهم العشرات بعصايا واحدة طيب تعالى كده ما نشوف هو عمل كده ولا لأ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة صح هو خد عشر مربعات ووقديهم العشرات بعصايا طيب يبقى هو عمل صح يبقى هو كده ماشي صح طيب تعالى كده ما نشوف انا عندي في الاحد فضل كان مربع واقف لوحده مربع واحد اهو هكتب واحد في العشرات في الاحد قصدي طب العشرات بقى بقى فيها كام عصايا تعالى كده ما نعد بعد ما زودت العصايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن عصيان يعني تمانية في العشرات طيب الناتج طلع كام واحد وتمنين وهو جايبه كام واحد وتمنين يبقى انا المسألة بتاعت دي كده صح. واعمل عليها نجمة. تعال لما نشوف الى مثلة الاخيرة دي. اول مثال ده انا عايزك انت تحله. سهل. عايزك انت تحله في البيت. وهتعمل غلط لو هو غلط. وهتعمل نجمة لو هو صح. تعال لما نحل المثال اللي في النص ده. ونعتبره اخر مثال. وهتحلي برضو المسألة رقم تمانية دي. تعال لما نحل المسألة اللي في النص دي. بيقول لي قرب الى اقرب عشرة لتقدير ان هي تكترح. سبعة وتمانين ناقص واحد وعشرين. يعني انا هقرب الاول وبعدين اطرح. طيب. السبعة. طيب. سبعة وتمانين ناقص واحد وعشرين. ها. هقرب الاول وبعدين اطرح. زي ما قلنا. طيب. السبعة بتدي وانا متديش بتدي. يبقى التمانية دي هتبقى كام? تسعة. طيب. وهي في العشرات اصلا قدمتها العددية كام? تسعين. ناقص واحد وعشرين. الواحد بدي ولا ما بيديش ما بيديش. يبقى العشرات هتفضل زي ما هي عشرين. بيساوي. يلا بقى نطرح. صفر ناقص صفر. هو صفر. تسع ناقص اتنين. انا كنت بطرح ازاي سنة تانية. بحط صغير في دماغي. وعد على ايدي لحد ما اوصل للكمية. تحط اللي اتنين في دماغك. وعد على ايدك لحد ما توصل للتسع. بعد الاتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع. طيب دور كم سابع? سبعة. يبقى تسعة ناقص اتنين كام? سبعة. يبقى انا الناتج بتاعي طلع كام سبعين. مطابق للناتج اللي موجود عندي اصلا ولا لا? ايوة مطابق يبقى انا هاعمل نجمة. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة يا سنة تانية. واشوف كلمرة يا انشاء الله.